أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ريبيك أن بلاده على تواصل وتنصيق دائم مع القاهرة والدوحة بهدف التواصل إلى هدنة في قطاع غزة وأضاف روبرج أن مصر كانت ومزالت تلعب دورا جوهريا منذ بدء النزاع في قطاع غزة وتبذل جهودا كبيرة لإصال وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وأشار ووربرج إلى أن هناك تنصيقا مع دول كثيرة خاصة مع مصر لبحث إمكانية إطلاق سراح الأسرة والمحتجزين ومنع تصعيد الصراع في المنطقة ودع المسؤول الأمريكي إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عقبية صارمة ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين المدنيين في الدفة الغربية ترجمة نانسي قنقر